شارعت الملاكات الطبية الصحية بقضاء الدجيل حملتها التلقيحية للحد من تفشي وباء كورونا عبر تنفيذ حملة لتلقيح الملاكات التدريسية والطلب المشمولين بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي تواصل الكوادر الطبية والصحية بقضاء الدجيل حملتها التلقيحية للحد من تفشي جائحة كورونا حيث شارعت بتنفيذ حملة لتلقيح الكوادر التدريسية والطلب المشمولين بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس من أجل خلق بيئة دراسية خالية من الأوبئة تواصل الملاكات الصحية التابعة لقطاع الدجيل بتنفيذ حملة موسعة لتلقيح الطلب والكوادر التربوية بالجرع الأولى والثانية من لقاح كوفيد 19 لتحصينها من جائحة كورونا وأن هذه الحملة التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا داخل مؤسسات التربوية وكذلك خلق أجواء دراسية خالية من الأمراض والأوبئة وكذلك تم توجيه وعدة تعزيز الصحة بقطعانة بتنفيذ حملة توعوية وإرشادية في المدارس لتويعت الطلبة على أهمية أخذ اللقاح ومحاربة الشعاعات التي تمنعهم عن أخذ اللقاح الحملة أسهمت بتلقيح المئات من الطلبة والكوادر التربوية الذين أبدوا تعاونهم التام مع الفرق الصحية من أجل إنجاح هذه الحملة الوقائية والذي كان للجانب التوعوي فيها حضورا مميزا لإرشاد الفئات المستهدفة التوجه للمنافذ التلقيحية للحصول على جرع اللقاح باشرت فرقنا الصحية في مركز الحسين بالتنفيذ حملة تلقيحية التي سهدفت الكوادر التربوية والطلبة المشؤوني بأخذ هذا اللقاح والتي تسمر لمدة عشرة أيام متتالية لتحصين الطلبة والكوادر من وباء كورونا وكذلك الحث انتشار هذا الفيروس وتفشيه وخلق بيئة صحية مناسبة في المؤسسات التربوية رافقت الحملة التلقيحية التي نفذها قطاع الدجيل حملة توعوية وإرشادية موسعة تم خلالها توزيع المئات من الفولدرات والمنشورات التوعوية لحث الكوادر التربوية والطلبة المشمولين بأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وكذلك بيئنا خلال الحملة بأن اللقاح آمن ومن مناشع عالمية وتهدف هذه الحملة لمحاربة الشائعات من خلال الحملات المستمرة التي تنفذها فرقنا الصحية لإرشاد وتوعية الفيات المشمولة لأخذ اللقاح وتحصينها من هذا الوباء جهود مميزة يبذلها أفراد الجيش الأبيض في محاربة جائحة كورونا التي بدأت تنحسر شيئا فشيئا في الأونة الأخيرة لقناة صلاح الدين الفضائف الظلانصاري قضاء دجيل